اهلا بحضراتكم من جديد النجم الكبير الكابتن تامر بجات ونجم مصر ونجم الاهلي في ديوقة في الاهلي الليلة مناور الدنيا بوكباتن اهلا بيك خباركي انا كله كويس تمام دائما مناور انا بسط لما اجي البرنامج معك حقيقة او انا والله بسط لما بشوفك ده حق ويصدر يشجعني ان انا اجيان انا هل نتكلف حاجات تناور الدنيا كبتن تناور الدنيا عندنا محور كتير عندنا محور الدوري اللي رجع هنتكلم فيه عندنا محور المتخب الولمبي كده هنتكلم فيه عندنا بطولة افريقيا وعودتها لقاء الاهلي والنجم الساحدي برضو مباراة مهمة جدا كل الاهلوية بيستنوها عايز نبدأ منين بقى اي حاجة ان هم كلهم مؤثرين على بعض وكلهم منفلين على بعض اخدوها خطوة تدريجية ايه منتخب الولمبي ايه طبع المتخب الولمبي عمل ايه يعني عمل بطولة كويسة جدا واهم حاجة ان البطولة دي اول مرة ناخدها فده انجاز اعتبر في لعبة كتير ظهرت في المنتخب بشكل كويس المهمة بقى في القصة دي كلها ان نستغل بقى الموضوع ده بجد يعني كويس جدا المنتخب ياخد بطولة حلو جدا كويس جدا بطولة هيلت للولمبياد حق كويسة جدا لكن احنا وصلنا للولمبياد تبلي كده كذا مرة صح بس الاسف بنرجع من الولمبياد كاننا مروحناش زي ما بروحنا كاسة العالم كده زي ما بروحنا كاسة العالم بالضبط اخر مرة ومرجعناش بحاجة خلص فاتمنى ان ما تخليش الفرحة والبروباجندا والاعلام وكلام ده كله ان احنا يعني عايزين نساعد اللعيبة شوية من يبقاش عبق عليهم فرحتنا بيهم زيادة والضغط عليهم ونحسسهم انهم عملوا انجاز ما فيش بعديه حاجة تتعمل تمام ده ما بيساعدش اللعيبة بالعكس ده بيبقى ضغط عليهم تمام فاحنا عايزين نساعدهم لان لو عايزين فعلا ان نطلع النتاج من الولاد دول الروح اللي احنا شفناها الحاجة نعالج الاخطاء لان بعد هتبقى فيه فرقة اقوى وفرقة اجمد بكتير ودينة مختلفة تماما فاتمنى ان احنا نستغل ده نعملهم خطة كويسة جدا خطة طويلة الاجل زي ما بيقول وما تخرش المياه بقى زي ما بيقول بحيث ان فعلا توصل بعد 7-8 شهور بالفرقة دي لمستوى كويس وندرس الفرقة الرحيلة عشان نفسنا بقى نروح اولمبياد ونرجع بحاجة من البطولات اللي بنوصل لها اكفاء وصول يعني طبعا طبعا فاتمنى ده طبعا يعني طب انت دايما بتفتح لي محاول حتة ان انا انا كمشجع لما شوف مثلا المنتخب بداي مكسر الدنيا في البطولة الافريقية كان مش مرشح حالص انا كنت خايف اساسا ان احنا ما نطلعش الدول التاني مثلا يعني بتكلم كمشجع اه طبعا 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 لهم حماس يعني حتى لو طبعا ما احترمنا كبير كابتن شوق غريب حتى لو ما فيش مدير فني اللعبة بتدوس واللعبة بتحقق فيتر كله فيتر في الملعب وخدنا البطولة وعملنا اخر مطش كمان حلو قوي في مدير فني واقف على الخط الكابتن شوق غريب برضو طبعا في حالة بينهم بين اللعبة انا من حق ان انا اطير باللعبة دي طبعا ان انا اقعد يعني اقول فيهم شعر طبعا ده حقي هم بيستقبلوه ازاي حق اكي مين الحق اللي هو مين المشجع المشجع العادي طبعا اللي يعمل اللي هو عايزه اه انا استقبل بقى الفرحة دي ازاي هي دي بقى الحضارك بتتكلم فيها اللي هو دور اللعبة طبعا بيسرح العادي والناس نفسها كانت جوة الملعب بالظل وده يمكن اللي فرق في اللعبة والحاجات الفنية عواضوها بالحماس والجمهور اللي هي اللعبة دي كلها مشافتش جمهور بقى لها كتير جدا وده حاجة اللعب الكورا بيبعايز يشوف حد بيزعق له فاللعاب دي كانت يعني ايه جعانة جدا يعني عارف يعني ايه جمهور في ملعب بيرج كده وكله معاك مش فرقتين ضد بعض لا جمهوره مع فرقة فده ده اللعيبة الروح اللي احنا شفناها دي تمام في نقطة مهمة جدا الجهاز الفني طبعا كانت شوية غريب وباعتمد وشوء يعني الناس دي كلها دول كانوا لعيبة جبر جدا لعب ومنتخبات عارفين يعني جمهور عارفين يعني ابتلاط ودي نقطة برده مهمة جدا وده اكبر دليل يدول ان احنا كمصريين مش عارف اقول للأسف ولا حاجة كويسة ان احنا من قام الكابتن جهراء اللي ارحمه يعني كابتن حسن شحاتة وشوء غريب كانت شوء غريب قبل كده على الفكرة برضو مع الشباب يعني عم نتيجة يا دول ده يا دول ان المنتخب المصري او اللعيب المصري للأسف او يمكن ده محصنا حظنا ان المدرب المصري بيفري اجامد جدا في اللعيبة لعيبة المصريين العمل النفسي عندنا نمرة واحد يعني يعني ولازم المدرب يبقى فاهم يعني كابتن شوء غريب حسن نهو بيلعب جوال ملا يعني وقربه من اللعيبة ادى اللعيبة براح فما حسوش بحسوا انهم كلهم واحد يعني تحس ان الجهاز الفني تحس انه واحد من اللعيبة ده حلو جدا في بعض الحالات زي الحالة اللي احنا كنا فيها دي بس منيجي تنقل لحتة تانية لازم زي بقولك لازم الجهاز الفني باللعيبة دي بالاتحاد يحطوا سيستم كويس جدا للفرقة دي لو احنا عايزين نكمل بيهم لعيبة في لعبة كتير نفسها تثبت نفسها الدور يبقى له كتير والدور لسه فأوله يبقى كتير على تثبت نفسها وفعلا ثبت نفسهم فانا شايف ان كلها ايجابيات بس الاجابات بقى النفوض اللي تحصل بعدها اهم بكتير جدا من ده عوضة الجمهور طب خلينا خلينا السنة قبل ما نتكلم على عبدالكم خلينا نتكلم في نقطة المدير الفني الوطني ومدى تأثيره على المنتخبات عكس الاندية طبعا ليه عشان عندك الاندية هنا فيه صراعات صراعات رهيبة انما انت المنتخب ما عندكش الصراع نفسي هنا جوه مصر جامل انما المدير الفني في اي فرقة عنده صراع كل يوم مع الفرقة دي ومع الفرقة دي والصحفيين يمين وشمال وده اهلي وده يعني أنا مشكلة مدير فني وإلا مشكلة العيبة مرتبطة بالمدير فني ومرتبطة بالروح بتاعة المكان اللي أنا بلعب باسم انتخب مصر عايز روح بره روح مصرية يعني أنا بقول لك تخيلاتي مع أننا عندناك كابتن حسان بدري يعني بس لسه يعني هنديل وقته وطبعاً هسألك برضو على اللي حصل يعني الموضوع أنا شايف فيه مفرقات غريبة جد هو إحنا خليلي نمسكها كده الكرة في مصر غريبة جد ما تفهم لهاش حاجة حتى لعيبة في مصر ما تفهم له مش حاجة لعيبة كويسة جداً كتير جداً احترفوا وكتير جداً بيرجعوا ما تفهمش برضو ليه فلو هم مش كويسين ما كانوش راحوا أساساً عشان ثقافتنا احنا كشعب إن احنا بالنسبان غربة أي حاجة غربة ثقافتنا في الكرة ويحشها هو يعني ثقافتنا في الكرة لسه وقدين الكرة هواية سبوبة زي ما بيقوله وسيلة إن أنا جيب بيها فلوس وسيلة إن أنا أشتهر لكن لا الكرة مهاش كده فده اللي متكلم فيه أنح لازم اللعباء الصغيرين نحاول نأهلهم نحن بنصنع النجم زي ما بيقول نحاول نأهلهم إن انت كده كده هتوصل هتبقى نجم وكده كده هتوصل هيبقى معك كتير وكده كده الناس هتتكلم عليه وإنت ده بقى لازم تدي في الملعب كويس جدا عشان يفضل مستوى ثابت لمدة خمس ست سنين عشر سنين زي ما نشوف بره بقى يعني آخر حاجة مثلا كريستانو ومسل 13 سنة ما بيخرجوش من الملعب وبيعملوا أكبر نتاج وقعدين بيكسروا في أرقام ده ما بيجيش منفراء ومش معنى كده أنه ما عندناش لعبة لأ فيه لعبة بس هي سيستم يعني لو نكلم مثلا فيه براهوموفيتش راجع تاني يعني في انجلترا بعد أنه راح أمريكا عد أكتر من سنتين راجع تاني وعنده حاجة وتلاتين فلازم نبص للموضوع نبص لهم في المشكلة فين المواهب موجودة اللعباء كويسين موجودين يعني مثلا لعبة كتير جدا مصرين سفروا واحترفوا فيه تركة فيه تركة صلاح الوحيد اللي نفت شوية ولكن برضو هستنى شوف صلاح بعد خمس ست سنين فين برضو ما هو نفس القص نستمر رأيه بالضبط لاستمر رأيه فاحنا لازم نحاول نستغل البطولة دي ونبقى نحط أول خطوة في طريق الاحتراف شوية احتراف الكرة تبقى على 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 مستوى الاحتراف في كل حاجة مش في الملعب بس الموضوع كبير برضو بالضبط احنا كل مرة بنتكلم يعني بنرجع للأساس بتاعنا اللي هو الموضوع اللازم يدبني من تحت بالضبط بس انا عايزك برضو تجاوبني على نقطة الموديل الفني الوطني اللي انت لفتحتها لي تمام ومدير الفني أجنبي مع ان انت عايز تقولي لأسف مع ان الموديل الفني الأجنبي بيبقى عنده انا هقول لك انا بقى عنده فكر كبير وبقى عنده دراسات اكتر وعنده المدير الفني أجنبي بقى محترف تمام وعنده تطور في فكره يعني طبعا وانت بتقول وممكن اقول ده حاجة كويسة بحيث ان هو برضو مدرب وطني احنا عايزين مدربين وطنيين على اعلى مستوى ليه احنا متعلقين او احنا دايما بننجح مع الموديل الفني الوطني طيب بس اول حاجة خليني اتكلم نحنا الدور عندنا هنا دوري ضعيف جدا بصراحة غير منتظم اللعبة عندك برضو غير منتظمة حتى مستواها على مدار الموسم بتلاقي مطش كويس التاني كويس بعد كده مطشين تلاتة ايه ده بعد كده يرجع تاني يعني ما عندوش ثبات في المستوى سبات في الجدول الدوري عدم سبات في 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 الانتخالات كتيرة جدا بتحصل هاتيجة الفلوس طبعا فده بيخلي اللعيبة مستواهة به سابت نيجي بقى الحاجة تانية اللعب المصري مش متعود على اللعب التكتيك التكتيك عندنا في الدوري المصري مش موجود هو ده فالمدرب الاجنبي بيحب فاهم او فاكر انه جاي حيلاقي اللعيبة اللي هنا فهمة تكتيك بالزبط بيخش في سيستم يعني فيه طرق لعب بجد فبيجي المدير الفني بيفشل هنا مش معنى كان هو فاشل لا هو بيبقى حنقول انه هو بتبقى قدراته اعلى او ماشي على موجة واحنا ماشيين على موجة تاني فليمكن الموجة تاني يتقابلوا معه فبيحاول يطبق السيستم او طرق اللعب اللي هو شايفها تنفع فبيلاقي ان اللعيب مش متعود على طرق اللعب متعودين على اللعب العشوائي الفني الوطني عارف الشغل والدنيا ازاي عارف ان الموضوع عشوائي فبيجيب بقى ايه ازاي قاعد بقى حافظه من هو صغارين كمان يعني هو مثل ده كويس مع المنتخب وبيعرف عامل ده ازاي وبيعرف عامل ميدو ازاي وبيعرف عامل ده ازاي لكن موديل الفني الاجنابي عنده سيستم هتدخل في السيستم وانا وسألا مش هتدخل بره وده يمكن بيحصل للعيبة برضه لما بتروح تحتارف بره نفس الموضوع اللعبة اللي بره اللعبة المصريين بيسافر بره فاكر انه هيلعب زي مصر هنا يلا بينا ويجري وجامدي يلا وراجل يا ولد الكلام ده كله صح ماينفعش بره بره فيه سيستم طريقة لعب فرقة عشان يقولك اللعب ده ينفع مع الفرقة دي وماينفعش مع الفرقة دي مش معنى جدا انه هو لعب وحش لا يعني تماشى مع طريقة لعب الفرقة بالزبط يعني بالزبط تشوف ريال مديرد وبرشلونة ما عندناش مدارس للأسف كان عندنا يعني من فترة طويلة شوية مدرسة كان فيه مدرسة الاهلي كان فيه مدرسة اسماعيلي كان فيه للوقت اللعبة بقى عشوائي نتيجة الفرق اللي برضو هارجعه لها تاني الفرق الغير جماهرية الموضوع بقى عايزين نكسبه خلاص فدي مشكلة رهيبة عندنا جدا دي اللي بتخلي ممكن المدير الفني لما بييجي مصر هنا الاكتراية بنسبة التسعين في المية بيفشل ما بيقدرش لان هو متعود على سيستم واحنا متعودين على الجميل اوي العشوائي جميل اوي هروح للأهلي بسرعة كده وارجع تاني يعني الفايلر عامل حالة طبعا ليه فلسفة اللي احنا بنتكلم عليه ليه شكل طبعا ليه ستايل طبعا تتفرج على الماتش القالي تيجي تتفرج على الماتش تاني تحس ان انت رجعت للدور المصري طبعا بجد انا مش عشان اهليه وانا فعلا لما تفرجت انا ماتش الجونة وقابل كده مع الفايلر انا شايف عشان انا بحب التدريب وكده فشايف طبعا في حاجة مش طبيعية ما شاء الله ما شاء الله الراجل ده عملها في ايام قليلة طبعا او في شهور قليلة طبعا انتعرف ان عشان اعمل سيستم عايز وقت لكن الراجل ده عمل شغل واقضع اللعيبة بيه واللعيبة بدأت تتفاعل معاه قوي هل ممكن دي تبقى سياسة نادي اتمنى اتمنى سياسة نادي واتمنى ان اللي بيعمله فايلر ده يتنقل للفرق اللي تحت كمان يتنقل لل انت شايف الفرق اللي انا شايف ولا انت عندك رأي طبعا انا اكيدا نتكلم برضو فيه شخصان هو طبعا كان بنت من اول من اول ماتش دوري وبنت جدا في ماتش الجونة الاخير ده خاصة بعد توقف كبير دوري بان الاهلي مسكوا كرة كتير جدا بيمتلكوا كرة جديد جدا مش بيتسرع بنقل الكرة كتير جدا وده بيخلي الفرق الدمكتوع فهو ماشي حاطة سيستم جديد او طريقة جديدة والاحسن من كده ان اللعيبة قدرت تترجم ده وقدرت تفهمه يعني بنسبة كبيرة جدا بدأت تفهمه لو استمروا كده هتحط سيستم اللي هننا نتكلم فيه فيه شكل مختلف خالص النادي الاهلي وده واضح حتى يعني وإن كان طبعا فرق الخبرة بس عن وليد سليمان لما رجعنا طبعا فرق الخبرة فيه فرق بقى من الخبرة هنا وليقت المطشاط الصغاري وليد سليمان رجع ماشاء الله عني الثلاثة جوان ماشاء الله فرق الخبرة هنا طبعا بيفرق جميل جدا طبعا يعني ودي الميزة انك يبقى عندك حد عنده خبرة خبرة عشان الليعبة الصغيرة لما تطلع هنتكلم بقى بس انا حبيت ان انا عشان نتكلم على سيستم نتكلم على النظام طيب نرجع للجمهور كنت عايز تتكلم على الجمهور تحديدا طبعا وازاي نستفيد من من اللي حصل ما احنا كل مرة بنقول كده والله يعني احنا شفنا البطولة الافريقية اللي قبل كده والأمور مالي الدنيا وقلنا خلاص ما شاء الله والدنيا تبقى جويسة وللأسف شايف ايه احنا شايف ان ده وقت رجوع الجمهور يعني انا مش شايف التعطيل اكتر من كده يعني جربنا مرة واثنين وتلاتة والجمهور واضح ان ده جمهور بيحب الكورة لان كان فيه مطش منتخب مصر كدير حتش راح يعني لكن ناس لما بلاقت فرقة عايزة ناس بتحب الكورة دي حقيقة اللي بيحب الكورة ده خلاص احنا يعني خسارة ان احنا خسارينين الجمهور خسارة ان اللعيبة تخسر شدة الجمهور وحلوة الجمهور في الملعب واحساسه باللعيبة واحساسه بالمطشاط لان ده بيدي تواصل رهيب جدا وده خلي بالك يعني مطش الجونة كان فيه جمهور يعني فرق جامد جدا بيفرق جامد جدا عكس ما تحس ان ده بتلعب مطش ودي يعني الموضوع صعب جدا يعني وده هيتضر فيه ان ده جماهرية يعني عدم دخول الجمهور بيقلل كتير جدا وبتحرم كمان الجمهور من المتحدة هو كمان وبتدي فرصة بصراحة بتدي فرصة للفرق الصغيرة او الغير جماهرية تبقى ند معك النهاية تبقى ند معك يعني يبقى الفرقة الكبيرة تعمل ايه طب الجمهورة ده كله وكانه بتعملش بحاجة صح فده ما ينفعش بصراحة صح نتمنى 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 كان جماهير مزاينين للساد واللي عيبة طلعت كل اللي احنا شفنا ده بسبب يعني طبعا توفيق ربنا وبسبب الجمهور في المقام التاني تعال نتكلم بقى عن رجوع الدوري افكر حضرتك بالنتائج الدوري رجع ببتنطة وطلع الجيش كان تعادل سلبي المقاولين واسوان المقاولين كسب اسوان 2-1 الجونة والاهلي 4-0 امبي والزمالك 2-1 انا قلت انها مش مفاجأة لان امبي نادي كبير ممكن ارجع في اي ثانية يعني نادي مصر ودجلة واحد صفر دجلة اللي كانت مفاجأة بالنسبة لي مصر مقصة حرس الحدود برضو كانت مفاجأة 2-1 حرس الحدود طنطة واسموحة كان 2-2 وبرامدزو اسوان 2-2 شايف اللي انت حاطس ايدك عالي لغاية دلوقتي في المباراة اللي لعبت قلت فرقت عليها وصف صعب بعد في الدورة طبعا الفترة الطويلة دي انك تحكم من اول مطش يعني عشان كده في نتائج متضربة يعني في نتائج عدية وفي نتائج مش مفهومة او يعني تبان بعد يعني بعد مطشين تلاتة كمان لما الناس ترجع يستخروا بقى واللي عبا تبدأ تستخروا ويركزوا تاني في الدورة وكده تقدر تبان لكن انا مش شاف ان برضو في اختلاف اول لو مسكت يعني الجدول نعلو على الاهلي اللي لوقتي اول وراق رمز اقول لحضرتك الجدول الاهلي مع انه لعب اربع مباراة بس في المركز الاول اتناشر نقطة بيرمز في المركز التاني لعب ست مباراة لعب اربعة بس برضو اتناشر نقطة طبعا النهاردة بيرمز بعد تعادل المقولين العرب في المركز التالت بعشر نقاط والزمالك في المركز الرابع بعشر نقاط والحرس في المركز الخامس بتسعة نقاط وباقي بقى الفر يمكن الحرس هو بس المفاجأة شوية لكن انا شاف ان بقيت النتائج طبيعية جدا كمتن عمتن كنزا بقولك انت صعبة جدا انت تقدر تحدد المستوى او تحدد المطشات قوي في اول مطش بعد توقف كبير يعني صعبة جدا طب ليه الاهلي بدأ كده؟ الاهلي الخبرة الجمهور لعبة كانت مركزة جدا واضح من اللي اللي لسا بنتكلم فيه ان هو مش مجرد كذبه خلاص لأ وعمشوف الاهلي الكذبان ولغاية اخر دي عايزين يجيبه كمان يعني هو موضوع تشوفت لو اتفرقتها اللقطة فيلر مع الحكم الرابع اخدت بالك؟ لا ماخدش بالحياة فيلر كان فيه حد تصاب لو اللقطة دي معنا قاريتني جابها برجاوي كان فيه حد تصاب في الوقت الضايع وفايل الرحل حكم الرابع قاله الدين الوقت او كسبان اربعة فهو ده بقى اللي انت تقدر تقول عليه وتدوس عليه ويكمل كده تاني ده من البول الاهم يكون بتعادل او حاجة لغاية اخر دي بيجيبهم في الديع الاخير لا ده واحنا كسبان بقى دلوقتي تلاتة او اربعة وانت لسا عايز تكمل كمان زعلان زعلان جدا ان فيه وقت بيضيع ليه لان مش مجرد يعني الاهلي بصراع كان مفاجأة بالنسبة لي جدا المطش من اوله الاخره الاهلي مسك الكورة تماما ومسكها بلعب مش مسكها للمجرد ضعف الفرق قدامك ولا حاجة تفرق انا مكادش مفاجأة بالنسبة لي بس خلي ولك مش بعد من المطش انا من قبل المطش انا براهن كان كل دول فيجي هنا كان يقولي انا متخوف ولا انا مش متخوف انا عارف ان الراجل ده اي مدير فنه انا كابتان تامر اللي هو عنده فكر اللي هو عايز وقت على طول عايز وقت على طول يحفظ في اللعيبة ويطبق اسلوبه ويطور اسلوبه عارف لو قلت له الدوري كل شوه يتوقف اقولك يا سلام انا عايز احفظ اللعيبة وعايز وقت اكتر واكتر كمان فانا كنت متفائل من النقطة دي بس ان هو الراجل اللي خليها يعمل كده قبل توقف الدوري فترة قليلة جدا ويحفظ ويطور في رمضان ويطور في حسين ويدي ثقة للناس كلها اكيد لما يلاقي وقت ثاني اكيد هيطور اكتر واكتر اتمنى اتمنى بسراعا لك ان اللي احنا شوفنا ده ياريت نكمل به ان شاء الله ياريت ننقله برضو للاصغر زوادي نقطة مهمة جدا ان نخلي الولاد الصغيرين اللي هم والصغيرين يعني فرقة مثلا عشرين سنة سنة سبعتاشر سنة يمشوا لو السيستم ده وحطوا بالمنظر ده ياخدوا التمرينات دي وشوفوا الدنيا ماشي ايه بحيث ان انت في الاخر يبقى عندك لعبة لما تطلع تبقى شربة الموضوع ده لي بالكوا أتجاه فعلا ياريت لان ده كان بيعملو خزة زمان اززبط في النادي لما كنا فناشئين زمانها كان بيزت فرج علينا عن ده ستتاشر سنة كان بيزت فرج علينا في التمرين وكان اخد من انا كنا بطلعت EyesHanefi و احمد سامي مش فاكر من اخدتنا انا عدنا ستتاشر سنة كنا بنتمرن مع الفري programa هلنت المتخيله يعني عندنا الفريقينة اللي فوقينة كمان ليه كان عايز بص انا اسف ان انا بقى اطهم. اه. لا اطمع اطمع اطمع. اه دي هيروح المفروض هيروح فيلر دلوقتي للحاكم الرابع يكلمه في الوقت. عارف الديئة كم? كانت الديئة كم اه ادي اربعة وتسعين. اه. اتنين وتسعين. اتنين وتسعين يعني الدخلها في تلاتة وتسعين. اه ما هو ده اللي. اه راح اللي يكلمه قاله اله هو واقع ليه ويعني دي اللي تعرف اللغة الكرة معروفة. اه وعايز الوقت بتاعي. بالزبط. ده 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 الجديد. ده مهمة جدا. مهمة جدا ده تنقل كمان مش الان فريل اول لا اللي تحت كمان. واللي تحتيهم كمان. لو لو فضلت دي هتقل هيطلع جيل وراء تاني شارب السيستم ده وعنده الرؤية دي. شايف انه هو عارف انه بعد سنة او سنتين هيبقى فوق. بقى مثلا هيعمل ايه لسه هيشوف فوق في ايه. يعني هي بالنقطة. هنحاول نعمل ده. ومفعش حد يعمل في مصر كلها الموضوع ده الا الاهلي. صراحة. صحة. صحة. السيستم والكوالت بتاع المدرب. طبع. مش هينفع برضه اجيب اي مدرب. انا بتكلم في العموم. طبعا حد ليه بصمة. اه. اللي هو هتطبق للسيستم وانعرفه بتطبقه ازاي. يعني بيبقى فيه تطوير بقى المدرب. وفي موضوع برضه عايز اهتمام شوية عشان تلاقي بعد كده نفس المدرسة من اول ما بتقول بسم الله الرحمن الرحيم من غاية الفريق الاول. وده خلي بعد كده خلي بالك. بقية الانديات شدة معك. الملاو الموضوع كده. مكيد. تلاقي الاسماعيل راح عمل كده تلاقي زمالك راح في رائل تانية هتروه معاملة كده. بعد كده يبقى عندك دوري قوي فعلا بجد. فهمي. هو ده اللي احنا محتاجينه في مصر هنا اللي انت في الاخر. كل ده برضو جسوب منتخب مصر في الاخر. ما هي نفس العشكة والتالك لما كلمنا من الاول. هي اللي احنا كل اللي كلمنا فيه ده كله هو خط واحد. انت في الاخر منتخب ت woman to the Olympics اللي حيروحت مسلا نلعب في الاخر انت ع proceeds طلبه للمتخب الاول ما انت حتود لعب يوم على طول تح. انت عايز وصل للمتخب الاول عشان عايز توصل كس على من اللي جاي. ما عايز بقى توصل لديلوقتي. دلوقتي تخاف انك توصل لأ. عايزين مش نوصل. عايزين نبقى هنوصل بس عايزين نروح وننعمل يبقى لازم سيستم سنتين ثلاثة كويس يا ريت قلتلي الجمهور بيحب الكور عشان كده كان بيروح لمنتخب القلم طبع وكمان اللعيبة هي اللي فرضت عالجمهور ان هو يروح لها طبع صح كده؟ طبع طب ايه اللي حصل في المنتخب الاول؟ ولا ده طبيعي؟ منتخب الاول بص انا شاف ان انا انا شاف كان اختيار كابتن حسان بدري اساسا من الاول فالاختيار مش صح وجهة نظري الشخصية كابتن حما عنده يعني مشكلة شوية في التعامل مع اللعيبة ممكن هوا ما جيه برضو قصة محمد صلاحي قصة طلعت من لاشيء ان كانش موجودة اساسا يعني في حاجات حتى بره الفنيات اتدار بشكل خاطئ من البداية يعني الموضوع خاد شكل طبعا مشكلة الشارة ايه حاجة ملهاش لازمة اساس موجودة اساسا مخبط واكيد العاب كبير زي محمد صلاحة مش مش شرط الكاتر اللي هترضيه ولا فالمشكلة طلعت من لاشيء اساسا فواضح ان فيه شيء من التخبط في الاداريات وده حينعكس طبيعي جدا غير كابتر حسام ماسك بيرامز وفيه مشاكل كتير قوي مع بيرامز فترة الأولانية بالذات والسنة اللي غاد دلوقتي والسنة اللي فاتت ففيه مشحنات وفيه لخبطة انت عايز حد مستقر جدا يعني تعرف تجمع العيبة كويس جدا ما تبقاش فيه مشاكل غير كده وكده بقى كمان أساسا المنتخب الأول من بعد كس العالم بعد كس أمر الفرقية كمان الناس واخد على خطرها قوي يعني فمستنيين حاجة عالية جدا من المنتخب الأول لا والعكس فالناس حسن هي يعني كان ده منتخب بلد وده منتخب بلد تاني يعني الناس كعشيبوا لك الناس بتحب الكورة ليه الناس زهقت من المشاكل الناس زهقت من اللخبطة الناس من التوقفات الكتير ومن المشاكل من الأندية كتير يعني زهقت من الكلام ده لما لقيت حد بيلعب كورة كويسة جريت عليه بالزبط فالناس الوقتي بالزبط فأقول لك الوقتي الناس الوقتي ما عندهاش استعداد إنها تنزل تروح استاد غير إنه هو فعلا بيحب الكورة وراح يتفرج على الحاجة الكويسة ما فيش حد ينزل من الانستاد عشان هو يعني مشكلة ما خلاص يعني الموضان تهى تماماً يعني فدي أنا شايف إن دي فرصة مهمة جداً إن إحنا إن نرجع الحاجة الحلوة للناس ونرجعها للعيبة ونرجعها للدوري ونرجعها في الآخر للمنتخب ككل يعني طبعاً ما أنا بقول لك هو اللي قلت لك هو أنا شايف إن كابت إن حسام البادري كان اختيارك كان فوجة نظرك كان خاطئ جداً لقادة المنتخب الأول الحقيقة بصرف النظر عن الفنيات يعني لما بتتولى منصب جديد بيبقى عندك كل الصلاحيات مش كده مفروض المفروض صح؟ طمام فأنا في إيدي إن أنا كنت أختار كل الأفراد بتاعتي كل اللي أنا عايزه أنا جاي بقى يعني عايز أعمل حاجة عايز أعمل إصلاح فأنتو هتساعدوني إن أعمل إصلاح يا أمي شكراً بص هو الموضوع برضو لازم ناخده ككل إحنا مشكلتنا في مصر هنا حقنة البنج عايزين حقنة البنج عشان ننسي الناس حصل بس الناس ما بدأتش تنسخ الناس ما بدأتش تنسخ بالزبط وحقنة البنج بدأتش تنفع إنت عايز حاجة بجد عايز حاجة تبقى موجودة بجد عايز أداء مستمر قصة إن انت مطش عالي وثلاثة مش موجود من ناس ما بدأتش قادر عليها وغصباً عنها بتبدأ تنقل اتجاهاتها لبلد تانية اللي بنتفرج على الدوريات بر أكتر متفرج على الدوري بتاعنا تمام ليه؟ لأنا شايف كواليتي كويس جداً شايف شغل في الملعب كويس بنبسط كويس جداً فهروح أتفرج عليه وده اللي حصل في المنتخبنا تاتة عشرين سنة محدش كان في دماغه خالص منتخب تاتة عشرين سنة خالص خالص نهائي نتكلم صراحة كل ديو في اللجوم هنا كلهم يتخوفين إن احنا ما نطلعش بالدور التاني يعني ولا حد كان يفكر روح أستاذ نهائي صح ولا كلام ده خالص صح صح لكن لا فجأة عشان حسوا إن في حدك حاجة بجد بتحصل حسوا إن في لعيبة بجد حسوا إن في الموضوع بجد راحوا لغاية للسيدة مال على آخر وده ما حصلش عملنا ريكورد كمان عالمي وبدالين هم أخدوا بطولة أول مرة مصر تأخدها يعني فيبقى إحنا إحنا بنتكلم في إن إيه إن أول مرة منتخب عربي كمان يتوق بيها طيب يبقى إحنا كده بنتكلم في موضوع مهم جدا ويدل على حاجة كتيرة جدا في نقطة مهمة جدا كنت عايز أتكلم فيها قصة رمضان صبح قل تمام أنا أسألك نتسألك عاللعيبة اللي أنت شايفها كمان نتكلم عن ظاهرة رمضان دلوقتي رمضان لعب كويس طبعا ليس صحته كويسة وإمكانياته كويسة بس محتاج سيستم زي ما بيقوله محتاج طريقة محتاج حد يفهم حد يفهم طريقته شوية مش هو ليه فهم طريقة لأن يعني رمضان حد يعرف يوظفه كويس آه بالزبط ويطلع اللي هو فيه رمضان صعب يخش في سيستم لكن سهل توظفه تمام هو بيعتمد على الصحة بيعتمد على الحماس بيعتمد على مهارته فبيبقى لعبه إلى حد ما فردي حبتين فده تقدر تستغله تقدر توظفه صح المدرب الصح يعرف يوظفه صح ويتوره كمان تمام خلاني نتكلم على تقييم رمضان قبل وتقييمه بعد تمام قبل البطولة رمضان رمضان صبح لعب كويس جدا طبعا نجم الأهلي وسافر قبل كده وكانت رحلة اللي احترافه ما كانتش موفقة ولكن رجع هنا عشان رجع تاني لنا دي لعب كويس جدا ملناش حاجة طب ما دخلينا نقيمه عشان يبقى كلامنا قويه جدا قبل مسافر انجلترا وبعد ما جي من انجلترا لأنه هو رمضان اتطور في الاهلي مش اتطور في المنتخب أنا بيقولك هو على فكرة لو انت عنده قولي برضو لو انت لأ قلت اتطور في المنتخب أكتر قولي لا هو رمضان مع الاهلي رمضان مع الاهلي احسن طبعا رمضان مع الاهلي احسن كتير وده لعدة اسباب لك انا اتكلم لك على سبب واحد مهم جدا يعني ان خاصة ان رمضان بالذات بشخصيته دي ماينفعش يوعد احتراطي خالص تمام لازم يبقى في الملعب هو راح انجلترا ملعبش كاش بيلعب كتير ده خلا مش مش مزبوط نفسي اللي هو لما هنا رجع واحد تاني او لما رجع الاهلي هنا واحد تاني تمام فولر عارف يوظفه كويس وتركه على المنتخب طيب مع المنتخب اهو خلينا نتكلم حتة التقييم انا عزا تلعب من قصة رمضان مش نتكلم عن رمضان كرمضان لك انا نتكلم على رمضان صبحي وناخد منه فكرة التقييم للعيب اوكي ان لما اللعيب بيلعب في منظومة كويسة وبيلعب في مدارف فهم امكانياته كويس جدا ويوظفه كويس ويلعب بطولة هنتكلم لو هتقيم هتقيم بطولة بالزبط انت بتتكلم على بطولة كاملة يبقى اللعيب ممكن قبل بطولة يبقى حاجة وبعد البطولة يبقى حاجة تانية خلص وده يمكن اللي حصل برا حتى في سعر رمضان لما بكتبه شعر دلوقتي سعره اختلف تن من قبل البطولة دي لمعد البطولة دي بالزبط خلينا نعمل كده نفسي بقى نطلع من قصة دي ان ازاي بطولة ممكن بتقييم مطشات كلها بتاعتها البطولة دي بالنسبة لي زي بطولة الدورة تمام هاخدها خط كده اربع مطشات لازم نبدأ نقيم اللعيبة في مصر بناء على التقييم اللي حسن لرمضان ده على مدار البطولة عايز مستوى حقيقي عايز تقويم حقيقي بالزبط نفسي تقويم تقويم سوق في مصر على مزاجي نطلع من تقويم بقى ده رمضان في البطولة دي ان احنا ننقله للتقويم الدوري نفسي ان ديت الدوري او الاتحاد يحط نظام لتقييم اللعيبة فعلا طول الدوري مش قصة اللعيب النادي ده عايزه النادي ده عايزه وده يعلي السعر وده يعدي السعر وده في الاخر بتلاقي تقويم خاطئ تعالى نسهلها شوي عشان هي حلوة قوي اول مدخل اللي انت دخلت فيها نفسي تقويم رمضان مثلا مثلا قبل البطولة افريقية هنقول مثلا مليون جنيه بعد البطولة افريقية بقى بعشرة مليون جنيه عايزين نقيم العيبة الدوري من اول ماتش في الدوري لاخر ماتش في الدوري هو التسلسل بتاعه كان ماشي ازاي الخط بتاعه مايه بنزل بيطلع لانتقيم رمضان الصبحي حصل ايه ان شفو الماتش واثنين وثلاثة واربعة اللي هو ايه هنقولنا هو الدوري ده عضبار اربع ماتشات لان البطولة شفوه في الماتشات كلها بناءنا عليه سعره بقى بعد البطولة كذا مش فنص البطولة مش فنص البطولة ولا بعد اول ماتش يعني احنا عندنا ملايين بس من غير يعني ازاي كلها كلها لان الدخول لسه مصر ومجالس الادارات مع بعض والتصبيت مع بعض واللعيبة وده الحق نادي ده يخطفه والحق نادي ده يخطفه والحاجات دي كلها لكن خلينا هي ما فيهش خط ما بره بره العايز يخطفها هد يخطفه وفيه خط فيه خط فيه اللعيب ده ليه خط كده رسم بياني طول السنة لكن دي باسا كان باس الميس باس بتاعه دي داو مع زميله عمل ازاي الانظراته عامل ازاي في المطشات في أول المطش بيبقى كويس ولا في أخري المطش في المطشات المهمة ولا لا في المطشات الكبيرة ولا في المطشات الصغيرة بالضبط حاجات كتيرة جدا بناء العيلي بتطلع بتقييم حقيقي لو تعني بتقييم حقيقي اللي عبت مصر كلها كلها حتلاقي عندك في الآخر quality كويس جدا وحتلاقي عندك اللعيبة بتنحت في الصخر بجد لانه حيتقيم بناء على اداءه مش هيتقيم بناء على تربيطاته فأنا نفسي من قصة رمضان صبحي إن احنا نستفيد منها كتقيم ننقلها بقى للشعب المصري أو للجمهور المصري أو للإعلام المصري ونقللها لعب المصريين من خلال الاتحاد طبعا لازم مسؤولي الأول عن موضوع ده علشان نستفيد من البطولة دي ونستفيد من رمضان بالمنظر ده إن احنا نقدر نخلي نطلع بإيجابيات تقدر في الآخر نبقى منتكلف حاجة بجد في الكرة مش مجرى إن احنا بنهلل وناخد بعضهم الغد ما نحلل كل حاجة كده ونمشي خلاص زي الجمهور العادي جمهور العادي عايز يبسط المفروض يبقى في الاتحاد لجنة للتقويم مش عايف المسمى إيه بصراحة أنا مش موجودة طبعا بس لجنة للتقويم وتسعير اللعيبة بمعنى يعني عام يعني وأشمل المفروض يبقى في الاتحادات كده مين اللي بيقيم وسعر اللعيبة لا ده رشح نفسي ليه لو حد عايزنا في حاجة احنا موجودين طبعا ليه ما ترشحش نفسك عشان ترشيح ده قصة تاني خلاص ما هي هي نفس القصة يعني زي الانتخابات كده يا لعبة مش مش مجرد واحد زي واحد ساوي اتنين مش مجرد انت عملت ايه أو فكرك عمل ازاي او ايه اللي عندك قصة كلها تربطات برضو زي قصة سمسارة اللعيبة وسمسارة المدربين والموضوع ده كل وده الوصل بين السنين دي كلها في الاخباطة اللي احنا فيها دي انت بتلاقي لعبة معلش في لعبة بتاخد بارقام غريبة جدا بس مفيش قصادها اداء طب ما تدخل وتحاول يعني انت وكذا حد بجد والله العظيم يعني مثلا انت وكذا حد اللي عنده افكار وعنده حالة احترافية وعايز تطوره ادخل وعمل برنامج وقول بعد كده يعني يا سيدي المرات دي فيه تربطات المرات جاية اكيد الموضوع يبقى مختلف احنا نبدأ نسأل نفسنا يا جماعة في واحد عنده برنامج ازاي ما اخترتهوش لكن انت طول ما انت واخد جنب وانا واخد جنب ومشان جنب على فكرة انا عاد معاكم او من الكلف الموضوع دي لو لا بجد 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 الموضوع انا بسراحة بسحل قوي لما بلاي في نمازج انا بقعد بحاور ناس كتير تمام بعرف انا العقليات الاحترافية ايه وبعرف اللي هو شكرا وكده وخلاص في عقلات احترافها كتير جدا برضو نفس الكلام انا اللي يخليني ادخل وانا عارف اللي فيها طب ما تدخل وانحنا نتكلم وازاي جماعة فيه ناس دلوقتي داخل ببرنامج انتخابي فيه كذا وكذا وكذا على الا الا تعمل برنامج على الا الا تدخل ببرنامج على الا الا الناس اللي جنبك هيبدأ هم يتكسفوا شوية وطلع برامج مش داخل اللي هو داخل انا كده هو انا النجم داخل انا يعني انا كلمتين اللي انت بتقولهم دول يبسطوني جدا وكل حاجة انا بصد اعمل ده من غير مغش الاتحاد فاكتر من كده لا حد عايز يعمل عد عايز افكار حد عايز شوف ممكن نعمل ايه انا وغيري من زمايلي كتير نحنا نساعد نحنا نحط سيستم للاتحاد محترم طبع كل اسماء اللي هناك او فكرة صغيرة او خلي بالك مفيش دلوقتي مفيش دلوقتي مفيش دلوقتي في لجنة اه هتدير الاتحاد فترة وشكرا انا بتكلمك في الانتخابات بجد اللي جاية ما تعمل ما تشوف حد بعقليتك واعملوا اعملوا ندوات اه ادخلوا في الاندية اعملوا ندوات بجد والله العظيم اصلا مين اللي هيتطور ومين اللي هيعمل ممكن كلنا قاعدين بنقول ايه احنا عارفين ايه دي حقيقة طبعا احنا عارفين كل حاجة بس احنا نفضل قاعدين بنتفرج لغاية امتى ننتفرج بفرجش قل الحاجة بالعكس اولها بيحاول قدم يقدر زينار باجي اطلع يعني انا اقول لك انا تقريبا بطلعش برامج خالص تقريبا انا باجي بس هنا اه طبعا القناة ندوات القالية واجي لك مخصوص نحنا انت بتجينا نحنا نتكلم في المواضيع في المصلحة العامة يعني وواضح جدا لكل المشاهدين اه وفي الاخر عارف ان فيه جمهور او مشاهد او مطلقة حيفهم الى حد ما اللي انت بتتكلم فيه اه فيبقى مهتم يعني اه لكن غير كده اه الناس كلها بتتكلم في نفس الحاجات يعني فممكن الفترة اللي جاية دي يعني اه نفكر نفكر في القصة اتمنى تعالى نشوف الاختلاف بين استغلال فترات التوقف برضو خلا نتكلم في العامة عشان ما ايه ما نوجهش الكلام لحد اللي هو في اي دوري فيه مدربين محترفين باعتقادوا اجور كبيرة جدا طبعا ازاي انا استفيد من فضل التوقف وازاي انا اول توقف ليه اخسر فيه واتعادل فيه اظهر بمظهر باهت جدا وانا مدرب محترف باخد فلوس عالية جدا جدا وبياخد فلوس بالدولار اه ايه الفرق اه الفرق بقى لإدارة فليه الإدارة فرق الكيان اللي هو بيشد اللي انت ايه حاجة من غير إدارة ما تنفعش يعني سوريا لو فتح كوشك سجاير اللي هو صاحب الكوشك ده مش مزبط الدنيا ومزبط حساباته ومزبط شكله ومزبط موعيده وكل حاجة موجودة فيش حاجتين قصة مفيش حاجة حتلاقي انت بالنسبة لك المكان ده خلاص تمام يعني هتحس ان هو الكوشك ده هيبقى شركة كبيرة جدا بالنسبة لك فهو ده اللي بتكلم فيه ان الادارة هنا بيبقى عليها عامل كبير جدا ازاي تفضل توصل الاجهزة الفنان لتحتيك وتوصل مجلس الادارة توصله لأعلى نقطة زي ما بيقوله زي ما احنا بكلم في الكورة عندنا فيه مدرب يعرف يوصلك اليوم على مدار الاسبوع مثلا يوصلك اليوم المتش فأعلى صحح حالة نفسية ليك واعلى حالة بدنية لك اعلى فور معمو بزبط معني لسه قدامك اربعة ماتشاعة بعتيان فتقول لسه بكرة ولسه بعد فالمدرب هنا والادارة اللي بيدير القصة بيعرف في ازاي يعلي النقطة دي لغاية يوم المتش يمكن الكابتن جهوري اللي راح ممكن عنده الحتة جي يده يوصل اللعيبة يهو انت نزل خارج من نقطة الافس نزل على دي اعلى حتة نفسية ليك وحمسية ليك وبدنية ليك نعتبر الكابتن شواء غريب في في الحتة دي شوي بالضبط يعني لان كابتن شواء مدرسة كابتن اه مدرسة كابتن جهوري طبعا يعني بتضغط عشان تكسر يعني فهمني ف ده بيبان على طول بيبان اه بيبان في في الاداء بيبان في التصريحات بيبان في بيبان في كل حاجة يعني بتبقى فيه زي نعمل السبات ونعمل الهدوء وانت جميل اه ماشي في الطريقة جميل جميل انت بترجع كل الكلام ده للكيان والإدارة طبعا تمام نادي مصر كسب دجلة واحد سفر اه بيرامدز النهاردة تعادل مع أسوان ام 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 يعني قلبي معهم بصراحة قلبي معهم جدا طبعا 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 مدينة السحر يعني ام مش عايز اقول لك لما بكلم مجدي وصاروخ بيقولولي او أسوان معروفة بصراحة بيعني بيحاولوا يجيبوا امكانيات يدوب يعني اللي يدكرت فيهم يدوب ام بيرامدز النهاردة تعادلوا وكان ممكن كمان ام 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 يخطف المباراة نفس القصة دجلة نفس القصة ام 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 فيه كمان ماتشي كمان ام بيو الزمالك لا دي مكادش مفاجأة طانطو اسموحة اثنين اثنين برضو مفاركات مفاركات اذا انت رجعت عشان ده اول ماتشي في الدوري انا بقولك اه مفورنا لا استعد لكن مثلا اصوان اصوان على فكرة عندهم لعبة كويسية جدا اوي فرقة كويسة جدا جدا جهاز فني عايز يعمل حاجة وده اللي بيعوض لحتة الامكانية اللي يقول عليها تمام ام وفيه فرق بين ماتشي صفر صفر ماتشي ده تعادل وفرق بين اثنين اثنين لا هنا فيه شغل وهنا تجيب جنين وفي فرق بين انت ماتشي خلص صفر فالتعادل هنا غير التعادل هنا خالص هي نقطة عهدى ولكن طبعا فيه فرق طبعا لكن فرقة أصوان فرقة كويسة جدا بيلعبوا كورة كويسة جدا شون كذا ماتش لا بينقلوا كورة عندهم لعبة كويسة جدا بس ممكن الامكانات لكن شعب أصوان شعب بيحب الكورة بطريقة بحشاء وجمهور يعني اتمنى ان الناس يعني تقف وراء المنصورة شرقية طبعا محلة اتمنى ان ده يبدأ أصوان تشده هرها كل الفرق التانية نفعل الله بالزبط تعالوا نروح لحتة بعيدة شوية كده براموفيتش دخل كشريك في أحد الأندية الدوري السويدي بشايف فكرة السسمار العيف في نادي ولا براموفيتش أساسا مختلف في كل حاجة دماغ تانية خالص كوالتي تانية كوالتي تانية بس لا يعني بره على فكرة فيه كتير بيعملوا كده ممكن رونالدو طبعا برازيل نادي بلد الوليد هو الاشترى النادي وظهر بشكل كويس جدا الناس في الدوري عامل نتائج كويسة براموفيتش جاي على فكرة ديفيد بيكان برضو أمريكا اشترى نادي فهو ده المنتكلم فيه بقى الرؤية والفجن بتاعة اللعيبة وصقافتهم وازاي بيرجع يستسمر وازاي بيرجع يحط فكره كمان يحط خبرته وفكره في المجال بتاعه غير النوابة معاه فلوس بيرجع يستسمر فده بيفيد المنظومة كلها فطبعا اتمنى ان احنا الفترة اللي جاية دي اتمنى شوف حد من اللعيبة اللي اعتزلوا اللي فاتوا ان هو يرجع يعمل حاجة زي كده يبقى عنده الثقافة او الرؤية ان هو يرجع يستسمر في الكورة بجد تاني ويستسمر في اللعيبة تاني يعني اتمنى عاليش بس كل حاجة لازم تبدأ بخطو ان هو سمات الادرأس لبراموبيتش انت بتشوف تصراحاته هو كمان كاركتر لا ده خطير انا شفت الانتصار بتاعوا لما جاي يمشي من امريكا عمل مؤتمر صحفي وقال لهم خلاص ابن راموبيتش يمشي من الدوري ارجعوا اتفرجوا بقى للكورة الامريكية بتادي فهو لكن بص دي حاجة ولكن الحركة اللي منتكلم فيها دلوقات ان هو رجع يستسمر تاني في الكورة ويشتر نادي وحط خبرته وحط فكره تاني ده موضوع يدول برضو ان الناس دي ما تتحركش من فراغ الناس دي لها رؤية وليها سيستم ومستثمرين وعندهم فكر اتمنى ان احنا نوصل للفكر ده ونبدأ نحاول نوصل للفكر ده للجيل الجديد يعني اتمنى واحد مثلا زي رمضان صبح لما يكبر كده ان شاء الله ويعتزل كده انه يرجع اعمل حاجة زي كده الجيل الجديد ده اتمنى ان هو يبقى عنده الفكر ده ان شاء الله ننقل به الاجيال اللي جاء الحتة تانية يا رب انا برضو عايز اسألك سؤال الادارة كفكرة عامة او ادارة مؤسسة مثلا خنافة تحدي الكورة مش عايز اقول باختلف لكن طبعا كل واحد دي رأيه واحترم كان هو اقول مثلا دكتور عارج عمر الجنيني مش بتاع كورة بس انا انا بختلف بقى في الحتة دي طبعا انا بتكلم الواحد بيدير منظومة هو بس هو كان اتأخر شوية ان هو يعمل لجان مسؤولة بقى اللي هو جايب واحد بتاع كورة لجنة مش عارف عشان التحكيم لجنة مش عارف تنظيم المباريات او قدرة المباريات كده بس انا اللي بدير مش لازم اكون انا فاهم كورة عشان اديرها لا مش شرط حباك انا بره بره رجال اعمال كلهم اللي همش دعبوا كورة خالص هم مش شارين ان ديه بالزبط نفس الفكرة بالزبط هو راجل مدير عنده ادارة عنده فكرة الادارة الادارة في اي منشأة في العالم هي واحد جميلة كورة او غير كورة او يعني هي واحد فالادارة لو الادارة فاهم في الادارة فيقدر يجيب تحتيه المتخصص ويعرف يعمل عليهم الرقابة يدير بقى هو اللي يدير والمتابعة بالزبط هي دي الادارة مش شط خالص انا عشان مكون اه بلعب كورة مانفعش انا افتح مثلا اكاديمات مثلا تنس لا اقدر تمام هي ادارة مش اكتر وان كده فالفكر اللي هو لازم يبقى من ضمن الموضوع اللي بيدير حاجة والفني شيء حاجة تانية خالص تمام تمام تعال نروح علشان وقتنا بدأ هو انت الوقت معك بيجري على طول الاهلي والنجم السحلي مبارا ايه شايف ازاي مبارا صعبة جدا طبعا ومرتقبة زيانا بيقولو اه طبعا قندي نادين نادين كبار جدا تحس ان عمرة ابنوب ينافست تحس ان عمرة ابنوب يقعد بقره انا بكتب جريده عشان اسألك اقللي جريده ماشى يا كبتر عمرة فطبعا ماتش مهم جدا ماتش قوي جدا جاي بعد توقف شوية ولكن الشكل اللي أنا شهت بنادي الأهلي في المباراة الأخيرة المكسب الكبير اللي كذبه نادي الأهلي الماتش اللي فات ده دوري قد روح وكانت مهمة جدا أن الماتش اللي فات ده كان مهمة جدا للمباراة اللي جاية فأنا شايف أن الأهلي جاهز بنسبة 80% جاهز لماتش زي ده طبعا وإن كان ممكن بقى اللي فرق برضو في الفترة دي الخبرة شوية يعني الماتشات دي محتاجة نعم اللعبة الكبار دلو عليهم عامل كبير شوية لأن لسه اللعبة سوار ما سخنيتش لسه ما دخلتش جوه الدوري أساسا فتخش وجوه البطولة فطبعا ماتش تقيل لكن ماتش صعب يعني ماتش صعب ماتش ولكن الأهلي جاهز بالأداء اللي أنا شفته ويمكن اللي حسيته في الماتش وأنا بتفرج على ماتش الجونة أن المدرب لأ عايز يعمل حاجة يجهز بها للماتش اللي بعيد وده يمكن الرؤية بقى اللي منتكلم بيها بص تحت رجليك لأ أنت رايح لحتة تانية فماتش صعب أتمنى أن الأهلي لو مشي بالأداء والحماس والنظام اللي شفته جاء الملعب للعيبة ده أفتكر أنه هيعمل ماتش كويس إن شاء الله النتيجة مطمناك ولا الأداء أقنعك؟ المدرب أقنعك ولا اللعيبة أقنعتك؟ أنا عايز برضو تفكيلي الحوار ده بص هو الاتنين يعني الاتنين أقنعوك لا يمكن اللعيبة كلها تقنعك من غير ما المدرب يكونون بيقنعك إنما ممكن لعب واحد يقنعك بس يعمل كرة فردية يجيب جون ممكن والفرقة كلها تبقى وحش ومدرب يبقى وحش ممكن ولعب فردي ترك كرة فردية لكن لو اللعيبة كلها أقنعتك لا يمكن يكون المدرب بيقنعك المدرب ده هو اللي بيأصل في اللعيبة كلها تمام تمام فأنا شايف إن المدرب واللعيبة أنا شايف إن هما لا الأداء اللي أنا شفته يقنع جدا إن فيه سيستم وفيه طريقة وعايزين يعملوا حاجة يعني ماشيين على طريق معين ودي أهم حاجة للمطشاط الكنفصة مع الفرقة الكبيرة زي أني مساحة لو قلتلك ممكن فيلر يعمل إيه في المباراة دي ممكن يفاجئنا بي ودائما في كل مباراة كبيرة يتلاقيه عامل حاجة إحنا من السوربة يعني في أول مباراة دي مع الزمالك لما لعب جونير أجيه راس حربة إحنا قلنا إيه جونير أجيه راس حربة كان بعيد جدا عراس الحربة بقالنا فترة طويل وجونير أجيه كان نجم المباراة رمضان شفنا بدأ يدخل لجوه ويشتغل لجوه قلنا رمضان لعينا رمضان مقنع جدا بدأ يدخل لجوه بدأ يجيب إجوان ممكن يعمل شكل جديد ممكن يفاجئنا ممكن يبدأ المباراة ضاغط ممكن يعني يبقى عامل حساب الأول يشوف النجم السحيلي ده يشتغل معه إزاي شو مدربين بتعمل كده أوقات والله بص أنا شايف أن هم اللي هم مدربين هو أكيد حيدرس الفرية اللي قدامه يعني بما أنه هو ماشي بنظام كده أو حسنا فيه أنه هو فيه حاجة مختلفة فأكيد أبعنده رؤية فأكيد مش هياخد المطشاط دي زي ما بيلعب مطشاط العدية أكيد عنده رؤية بناء على فرية النجم السحيلي أكيد يعني حيدرسهم فأكيد ممكن يطلع لنا بحاجة كده بس نسمع أن رومي الربيع على التعور كمان ممكن برده تبقى مشكلة شوية فأكيد يعني لا أنا شايف أنه هو هيعمل مطش كويس لأن الأداء أو الطريقة اللي ممكن يكون المدرب ماشي عليها يعني أتمنى أن إحنا اللي شايفينه ده يطلع في المطش ده إن شاء الله فتكر أنها ممكن تلاقي مفاجآت فعلا يعني بناء على فرقة النجم مش بناء على أن هو عايز يعمل مفاجآة يعني مفاجآة مش مغرد عايز يعمل مفاجآة هو عايز يلعب بطريقة فرقة اللي قدامه بناء على الإمكانات الفرقة اللي قدامه ودي أهم حاجة أن المدرب يعرف يبقى فلكسبل وعنده مرونة إن هو هو يتطور ويعلم اللعيبة تحته إنهم يبقى عندهم مرونة برضو نفس المرونة بتاعته علشان هو ممكن يبقى عندهم مرونة واللعيبة مش متعودة بالزبط بالزبط يبقى عندهم حلول كتير بالزبط يبقى عندك حلول كتير في الطرق وفي استغلال نعطة ضعفة اللي قدامك أصلا أنا قلت أنت عارف سهل قوي أن فريق النجم السحيلة يجيب مبارات الجونة والأهلي ويش تفرج عليها فهيشوف الأهلي سهل جدا طبع لما طالب سرية المرون أنا قلت هو ممكن يعمل إيه يعني ممكن يعمل إيه جديد أو ممكن يفاجئ النجم بإيه أنا حتفكر برضو هتعمل إيه أوه كويس أشبا أمي من نحن مش عارفين بذي أكويس يحيش الدنيا بذي أشي حاجة ببكي حاجة تسخيب بقى كل الفرقة الكبيرة كده لما تلعب بصلاح من مشاطة لقال يعني دلوقتي مثلا شامبينزيج شغال هتلاقي اللازم التمناج كلها سرية لإنت بتلعب ناس تانية في حتة تانية صح فمش عايز تلعب الفرقة الدوري أنت خلاص عارف ماشي ازاي وعارف الدنيا عاملة ازاي لكن الماتشات التانية دي أنت ماتش في التاني وبعد كان ممكن تخرج فتبقى مشكلة بالنسبالك فلازم يبقى عندك مرونة ولازم عندك استغلال نقاط ضعف واستغلال نقاط القوة بتاعتك كمان اللي ممكن متكونش ظاهرة للإفراء اللي قدامك فهو ده محتاجة هنا زي ما نتكلم مدرب لي بصمة يعني ويقدر يأثر في اللعب أنها تطلع العملة زي ما قفل ملعب التتش أنا قلت يعني الفكرة دي ليه مكادش موجودة من زمان يعني كان سهل أول أن أي حد يدخل الفرج على الماتش أي حد يدخل يتفرج على الماتش ودي أي حد يدخل الفرج اللي هو مع الأعضاء يعني أي حد يدخل يتفرج على تمرينة قبل مجراء برضو فكرة أنا أقفل ملعب دي برضو أعتقد أنها كانت فكرة صحية جدا ما هو ده جزء مش قصة صحية هو ده جزء من الاحتراف أن في حاجات أنت راجل بروفاشنال أنت راجل مطشك وقتك بيترجم في الآخر الجمهور بترجم الآخر الفلوس يعني هي لازم تتحسب كده فأنت بيجي مدرب من آخر الدنيا وتدفع له قد كده كل شهر علشان النهارة يعني نا هو جاي علشان يطور أداء جاي علشان يكسب في الآخر فأنت بديه كل الصلاحيات أنه يكسب مش هيكسب بارتجيلي مش هيكسب العالي شي يكسب هو بيعمل خطة فأني عمل خطة من حقيقة لو ده ما أعرفهاش ولا حد يشوفها ودرباته وتعبه بالذكر طبعا تعبه وفكره لازم محدش يشوفه خلاص فيهم تمرينات ممكن لكن فيه تمرينات لا ذي حتى الحاجات الفردية على فكرة يعني برا الحاجات الفردية للعيبة أنا كل شيء هقول لك كريستان وليه وميسي ما فيش حدش بيشوف أساسا خالص هما بيلعبوا الفاولات بيلعبوها إزايك ولا بيتمرانوا عليها إزايك نهائي لكن ممكن تجيب الحاجات بتاعة الفرقة موجودة لكن إزاي بيشوتوا الفاولات بالمنظر ده محدش عارف تحركاته طبعا حاجات اللي هي الساوية بزبط في حاجات مهانة لازم تبقى سرية ده إيه ده سر حربي زي ما بيقول ليه لأنه ده السلاح اللي انت بتكسب بيه هو ده الحاجة الوحيدة ما كنت بعرفها مش حد تاني يعرف ممكن كل ناس بعرفها ده طبيعي جدا يعني فده أنا شايف أن اللي أخده ده اللي يتقفل منظر ده طبعا لده أول طرق الاحتراف بجد يعني أن إحنا نحافظ على الفرقة في كل صغيرة وفي كل كبيرة ده طبيعي عايز أقول لك يعني آخر حاجة نختم بيها النجمة السحلي كرم النهارده رمضان صبحي طبعا أنا عارفتها أبي مباشر كرمهم وأكد قوي على أن لازم يبقى فيه الروح دي موجودة نحن نكرم الفرق اللي بتجينا قبل لولادنا بصراحة كان كلامه مؤسر جدا جدا أنا بساطة جدا والخبر وليت أنهم عاملين مبادرة اسمها مبادرة تكريم ونفسينة صح فده موضوع حلو جدا يعني أنا بساطة جدا بصراحة كان نفسي بقى مطالع من مصر بس بساطة أنه طلع أساسا من الوطن العربي يعني أن حاجة زي كده احنا محتاجينها جدا يعني أنك تكرم منافس بتاعك ده شيء يعني جميل جدا ويمكن ده أساس الرياضة أساسا فأتمنى أن احنا ناخد الموضوع ده منهم ونكمله بقى ونعممه على كل حتة أنه تكرم يعني إيه المشكلة؟ هتلعب فرقة مثلا كبيرة جدا فاتكرم نجم كان بيلعب فيها أو بيلعب دلوقتي أو كان بيلعب قبل كده فيها مثلا نجم كبير ده بيدي نوع من الود وده أساس الرياضة للتقارب يعني نبعد على المشحنات والخنائر هو حاجة جميلة جدا بصرحة لما سمعت له النهاردة الحوار مع يعني زمنا العزيز كريم الراجل كان بتكلم قد إيه الرياضة لازم تبقى أخلاق لازم نرجع للدنيا تاني لازم للأخوة تاني أنا بحب النجم جدا حتى راح مدمع لما أنا بحب النجم جدا لكن أنا أول ما بيجي فرقة ضيف أنا بنسى النجم خالص وببقى أنا مع الفرقة جاء لها النجم ضيف وبحاول أخدمها يعني أنت ضيف ده في الدين في العرف حاجة الضيف ده بتشيله في قدماءك صح؟ صرف النظر عنها حاجة فنتمنى أن ده يعني يبقى موجود في أنديتنا احنا في الدوري وأن وأن احنا نعمل كده مع الأنديا اللي بتجيلنا ببارة الأفريقية في فرقة كتير أفريقية اللي عبناها كتير جدا وبيحبونا جدا وكل حاجة نتمنى أن احنا نكرمهم إيه المشكلة هنكرمهم ونقرب الناس من بعض نقرب الشرب من بعض ودي يعني أتمنى أن ده الروح دي تبقى موجودة نهرب إن شاء الله أنا بشكرك شكرا جزيلا وطبعا أنا بتشرف بيك وبسحر بنت معي وأكيد طبعا السادة مشاهدين بستفيدوا من قراءة كلها مسميرها كلها إيجابية كلها في المصلحة العامة إن شاء الله نشوفك كده بإذن الله في تحدي الكورة حاول أشكرك جدا على اللقاء ده وأشكرك المشاهدين طبعا الجمالين ده كلها وبشكرك على اللقاء ده وإن شاء الله نبقى مع بعض كده كده كتير وأحط في دماغ غصة تحدي الكورة دي إن شاء الله دي كانت فكرتنا مع أو حلقتنا مع النجم الكبير كابتن تامر بجاتو كل التوفيق نادل أهلي أكيدا نتكلم بكرة معاكم إن شاء الله كده نتكلم أكتر على ماتش النجم سحلي كل التوفيق إن شاء الله نادل أهلي أقنع نفايلر بمستوى نادل أهلي كمان أخيرا في مبارات الجونة كل التوفيق ديهم ورجالة ودايما لأهلي فوق الجميع زيما نقول لحضراتكم بعد الفاصل أسدكم مع النجم الكبير إسلام شرف بيكو دايما ومعان شكرا